مرحبا بكم من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 من ناحيتها تصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي الضوء على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب والغرض تشكيل مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلال المادي تحل محل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية حسب صاحب المقالة الذي يرى أن إعطاء الطبع المؤسسة لعمل هذه اللجنة يجعلها خاضعة لسلطة الجهاز التنفيذي وبالتالي يسري عليها مبدأ المحاسبة كباقي الوكالات إلى يومية لومتان في هذا المقال الذي تصدر صفحة الأولى للجريدة نقرأه المغرب يستعد لأحدث آلية وطنية للوقاية من التعذيب ويكثف جهوده للمصادقة على بروتوكول منهضة الظاهرة يتابع الكاتب نص الدستور على تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومعاقبة ممارسه المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون طرفاً مهماً في تحديد آلية الوقاية الخاصة بالبروتوكول الملحق باتفاقية منهضة التعذيب الذي صدق عليه البرلمان خلال السنة الماضية وقد وضع المجلس برنامجاً لبناء قدرة أعضائه وتطويرها على مستوى النهج والتقنية من جهة أخرى تكتب لزيكو منتدى المغرب غينيا عرف تفاعلاً كبيراً بين المشاركين الذين أجمعوا على أهمية التعاون الثنائي أشرت الصحيفة إلى حضور أهم الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين من الجانبين وإلى الأجواء الإيجابية التي سدت اللقاء وساعدت في توحد الرؤى والتطلوعات بالمقابل تضيف الصحيفة رجال الأعمال لم يخفوا رغبتهم في التعاون فمنذ سنتين تقريباً أصبح التعاون رغبة مشتركة في القطاع الخاص للمغرب وغينيا الخبر الجزائرية تكتب دعا وزير الدفاع الفرنسي إلى التحرك في ليبيا قبل فوات الأوان واستنفار المجتمع الدولي في هذا الإطار مضيفاً أن كل هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجزائريين وتقول البلاد بدأ الملف ليبي يأخذ طبعاً استعجالياً على طاولة المنتدية الأمنية في أوروبا نظراً لخطورة الموقف والتقارير الاستخباراتية التي تؤكد إمكانية التأثير المباشر للتفكك الليبي على الوضع في دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في هذا الشأن دعا وزير الدفاع الفرنسي إلى تحرك دولي في ليبيا فقال في تصريحات لصحيفة لوفيغغو الفرنسية وتواصل الصحيفة تزامن تصريحة وزير الدفاع الفرنسي مع تسريبة إعلامية في الجزائر تكشف عن زيارة مرتقبة لقائد أركان الجيش الفرنسي قد يقوم بها يوم السبت القادم للجزائر وتخبرنا الفجر أن لجنة الوفاء الموالية للأمين العام السابق للأفلان عبدالعزيز بالخدم كشفت في بيان تلقت الصحيفة نسخة منها أن الشرطة القضائية الفرنسية تحقق مع الأمين العام الحالي للحزب عمر سعداني بتهمة تبييض الأموال والثراء غير الشرعية وجاء في مقال بشروق وجهت تنسيقية لانتقال الديمقراطية الدعوة إلى قادة أركانها للاجتماع في المقر المركزي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لتنصيب هيئة التشاور والمتبعة تضم قائمة الشخصية التي تشكل الهيئة الوليدة ما ينهز 25 شخصية سياسية ووطنية نار ودم في صنعاء وتحذيرة من صومال آخر عنوان مقال بيومية الشرق الأوسط جاء فيها توترت حدة الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية مع تصعيد جماعة الحوث المتمردة التي حاولت السيطرة على مقر مجلس الوزراء في صنعاء وعدد من المناطق في العاصمة حسب مصادر أمنية السفير تتحدث عن ارتسام صورة أكثر قتمت للمشهد اليمني في ظل مخاوف من تحول المواجهة الحالية إلى صدام أكثر دموية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين نفس الصحيفة تكتب حول داعش كل المواشرة تقود إلى الهزيمة واشنطن تسير بنفسها وبمن تسير من حلفائها نحو صدامنا مع أبو بكر البغددي وهي لا تملك ما يلزم من أدوة تحقيق نصر حاسم في حربها المعلنة حلفاؤها مشتتون أردوغان يتلعب بالمشهد الإقليمي كيفما اقتضت مصالحه الشخصية يدعي القلق من داعش وحدوده مفتوحة لما تصفه الصحيفة بالجهاد التكفيري موسيقى